السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الواضح في النشاط العلمي بالسنة الخامسة التدائي الوحدة الرابعة اليوم لدينا درس التكاثر الجنسي عند النباتات الزهرية في الصفحتين 62 و 63 من كتاب الواضح إذن سبق وأن تطرقنا في حصة سابقة للتوالد عند الحيوانات وكذلك التوالد اللاجنسي عند النباتات يعني التوالد الخضاري عندما نتحدث عن التوالد الخضاري يعني بدون ضرورة وجود الذكر والأمتاع إذن هذا ما نقصده بالتوالد الخضاري أو يسمى إذن اللاجنس إذن نبدأ وهذه الحصة بالملاحظة والتساؤل إذن حل فصل الرابع فأزهرت الأشجار لاحظ كريم أن الأزهار تتحول تدريجيا إلى ثمار فتساعد إذن هنا بطبيعة الحلق كانت هنا عبارة هذه النبتة مزهرة ولكن بعد مدة معينة تتحول تلك الأزهار إلى ثمار إذن التساؤل الذي سنطرحه اليوم هو كيف يتم التوالد الجنس عند النباتات الزهرية وما هي أعضاءه المتدخلة أعضاء المتدخلة في ذلك إذن يتم التوالد بواسطة حبوب اللقاح التي تعتبر عضوا ذكريا ببويضات الزهرة التي تعتبر عضوا أنتويا ويتم هذا بواسطة الحشرات والرياح إذن الرياح هي التي تحملها أو الحشرات حبوب اللقاح إلى البوايضات البوايضات التي توجد في المدقة والمبيض والنتيجة نتعد شي كله هو تحول الزهرة إلى ثمارة توجد فيها بضرة إذن هذا ما سنتطرق إليه في هذه الحصة هذه بعض الإفتراضات سنختبرها إذن ننتقل إلى ثانيين أختبر فرضياتي الأكتفيته نميرو 1 جوبسيرف لفلور جوبسيرف لفلور جوبسيرف لفلور جوبسيرف لفلور إذن هنا جو ركوناي الدفيرون بارتي دين فلور إذن هادو هما المكونات الأساسية ديال واحد الزهرة إذن رقم واحد رقم واحد هي السيبالة هذه هي السيبالة ثم رقم ثلاثة ليطامين إذن هنا ولا رقم جوز هو التوج إذن هذا اللي كنشمه هو التوج اللي كنسميه الورط لذلك هذا اللون هذا الغوز لذلك هذا التوج ثم عنا رقم ثلاثة وهي السودات كين اللي كي اسميه هذا بها نسميه السيدات كين اللي كي اسميه السادات كين اللي كي اسميه السودات إذن الأسماء تختلف ولكن الأهم هو أن هذه هي الأسدية التي تدور حول رقم خمسة اللي هي الميدقة فالأسدية هي عضو دكاري والميدقة هي أنتاوي ثم رقم ربعة هذا هو المئبر هذا هو المئبر يعني هو واحد الجزء صغير كي يكون في أعلى الأسدية ثم عنا رقم ستة المابيد إذن هنا المابيد إذن المابيد يوجد في الميدقة المئبر يوجد في الأسدية وهذا يعني عناصر واقية في الزهرة إذن هذه عناصر توالدية إذن فاش كنتكلموا على هذه العناصر فهي توالدية الميدقة السودات ثم المئبر والمابيد هذه عناصر توالدية في الزهرة اللي كتعطينا التوالد والتكاثل هذه عناصر كتحمي وتقي المكونات الداخلية للزهرة لأن ورغم ذلك فهي تدبل مع مرور الوقت إذن لكيسيون سيكون كيسيون كيسيون يجو ديسين إن فلغ لفلغ دي دوكيمون 3 إيجي كري لنان دي ديفيران زيليمان كيسيون مطلوب من التلاميذ أنكم ترسموا هذه الزهرة تحاول ترسمها بقلم الرصاص ثم ستسمي ستربط مثلا هذه ستكتب قدامها اسمية بالعربية والفرنسية إذن هذا ما يتم إنجازه في الاختار التقس إذن ننتقل إلى النشاط الثاني إذن في النشاط الأول تعرفنا على مقطع طولي دي الزهرة وتعرفنا على العناصين النشاط الثاني وحدده دور حبوب اللقاح لغان دوبولون استطمروا نتيجات تجربة بعد قطع جميع أسدية زهرة أسدية نحن عرفنا قبيلا بأن الأسدية هي عنصر دكاري وعنصر توالدي إذن داباش نقدرنا قطعنا هذه الأسدية دي الزهرة الكارز ثم وضع قماش دقيق يمنع وصول حبوب اللقاح أظهار الكارز المجاورة إلى المدقة واخدنا واحد القماش إذن لاحظوا كانت هنا الأسدية حدفنا الأسدية وجبنا واحد القماش وغطينا المابيض وغطينا المدقة والمابيض لأن المابيض يوجد بداخل المدقة على أساس ما توصلش حبوب اللقاح إكسترن خارجي دابا حدفنا الحبوب اللقاح دي الداخلية اللي كان عند الزهرة لأن دابا حبوب اللقاح كيمكن تجيبها نحلة أخرى كيمكن الرياح كيمكنها ولهذا احنا اتفادينا هاتي شي غطينا ذا كالمدقة وبعد مرور مدة زمانية تم الحصول على النتيجة المبينة في الوثيقة إذن شنوقع؟ مدقة ذابلة إذن المدقة ذابلة علاش؟ لأن ما توصلش بماذا؟ ما توصلش بحبوب اللقاح حبوب اللقاح التي ستزودها بالعناصر أو الأمشاج دكارية اللي هي أمشاج دكارية لكي تثمر لأن الهدف من هذا الشيء هو تثمر يعني هذه المدقة هذه تصل بحبوب اللقاح فتتحول إلى طمرة طمرة تتحول إلى يعني تصبح بضرة تصبح طمرة وبداخلها بضرة كما سنرى في النشاط الثالث إذن استنتج بكتابة ما يناسب من الكلمة تتحول حبوب اللقاح إذن في غياب حبوب اللقاح تدبل الزهرة ولا تتحول إلى طمرة لو أننا مثلاً ما درنا شهد الحاجيث أو أننا نخلينا الأسلية المدقة تتصل بحبوب اللقاح وحينئذين ستتحول إلى طمرة بداخلها بضرة إذن ننتقل إلى إذن هنا هنا يفهد المشاط إذن بحثاً عن الراحق تحمل الحاشارات كالنح الحبوب اللقاح من زهرة أو أخرى إنها عملية الأبر التي تضمن إخصاب الزهرة ويتم وتتم هذه العملية أيضاً في بعض الحالات بوسط صريح إذن ينقسم الأبر إلى أبر مباشر زائد وأبر متقاطع ألاحظ الوثيقتين تمانية وتسعة وأضع علامة العلامة المناسبة على كل شكل إذن دبهنا الأبر ما هو الأبر؟ هو أننا نصلحه باللقاح المدقة إذن هذا الأبر فهناك مثلاً أبر مباشر وهناك متقاطع ماذا يعني بمتقاطع؟ يعني غير مباشر يعني هنا نستطيع أن نسميه تسمية أخرى أبرون داخلي وهذا أبرون خارجي يعني هنا حبوب اللقاح هنا الحبوب اللقاح التي لدينا في الأسدية الزهرة نفسها يعني النحلة كتنقلها من هذه الحبوب اللقاح من هذه الأسدية إلى مدقة وكي ينتج عن ذلك الإخصاب وبالتالي تتحول الزهرة إلى طمار ولكن كيمكن مثلاً حبوب اللقاح جينا من من زهرة أخرى لأن النحلة تتنقل من زهرة إلى زهرة وكذلك الرح تلعب هذا الدور لكي يتم الإخصاب وبالتالي فالأبر المباشر هو هذا وهذا الأبر الغير المباشر أو التقاطعي متقاطع يعني من زهرة إلى أخرى ننتقل إلى صفحة المؤلف النشاط الثالث أتعرف مراحل الإخصاء وتكون التمر إذن دابا هنا في البداية كتكون عندنا الزهرة كما ونبينا في الصورة أليف هذه الزهرة عندما تتوصل المدقة بحبوب اللقاح هذه الحبوب اللقاح تنزل عبر المدقة إلى المابض فيتم الإخصاب فيبدأ إنتاج الطمارة والبدرة إذن هذا المابض هذا كي يتحول إلى طمارة تنمو وتتحول في النهاية إذن هذه هي البدرة وهذه الطمارة هذة التي نأكلها وهذه التي نزرعها وهذه البدرة وهذه الطمارة وهذه الطمارة إذن هذه هي المراحل للتكون الطمارة منطلاقا من الزهرة إذن من الزهرة إلى الطمار أحدد مكان حدوث الإخصاب بتعيين حرف الرسم الذي يمثله إذن هنا هنا يشكون في هذه الصور التي تمثلنا الإخصاب إذن لاحظوا هنا هذا وحب باللقاح وهنا هذه البويضة هنا البويضة حبة اللقاح وصلت هنا ولكن لم يتم الاتحاد والاندماج وبالتالي ما هي المرحلة الإخصاب؟ هي المرحلة ثاء حيث ندمج حب اللقاح لو كان بقوها الكرة ما يلقعش الإخصاب وما غالي سنتج الثمارة ولكن عندما اتحدت البويضة بحبة اللقاح أعطتنا بيضة مخصبة وبالتالي ف الصورة ثاء هي التي تمثله ذلك إذن أكمل بما يناسب من الكلمات التالية الحيوان المانوي الثمارة الإخصاب البويضة بدر المدق إذن عند وصول حبة اللقاح إلى إلى المدقة إذن حبة اللقاح توصل إلى المدقة شكل كيس تحضرها؟ طبيعة الحال قلنا إما النحلة تحملها النحلة أو تحملها الرياح تنبوت لتعطي أنبوبا يوصل ماذا؟ يوصل الحيوان المانوي إذن الحيوان المانوي بالنسبة لأنت وهذا حبة اللقاح هو هذا إذن هنا تنبوت لتعطي إذن هنا فش كتوصل هنا حبة اللقاح للمدقة كتهبط كتهبط في افتجاه قصد البويضة إلى المبيض لأن البويضة توجد في المبيض حيث يلتحم حيوان المانوي بالبويضة إنه الإخثة هو لشنا الصورة إنه الإخثة إذن فش كيلتحموا بجوش فش كيكونوا مجلولين رمز الموقع إخثة الذي ينتج عنه تكون ماذا؟ تكون بيضا إذن دائما إذن هنا فش كنت انتقلوا من البويضة إلى البيضة الإخصاب هو السبب الإخصاب هو الانتقال من البويضة إلى البويضة يعني كتولي البيضة ملقاحة تتحول ما هي تتحول إلى بضرة تلفها ثمرة إذن هنا عفوا ثمرة إذن هنا بيضة بضرة وتلفوها الطمرة إحنا كنستفدو كإنسان كنستفدو من هذه الطمرة ثم كنزرعوا هذه البضرة من جديد لكي تحطينا عاود ثاني ونعاودوا العملية من جديد اللي ما يسمى بدورة حياة النبات إذن هذا بالنسبة لهذا الملخص إذن على دفتر التقصي ونجزوا رسما تخطيطيا للمرحلة جيم أضع تعليقا مناسبا لرسمي لرسمي مستعينا بما يلي بدرة جانين أو نبيتة إذن في دفتر التقصي سترسم هذا الشكل وهذا الجيم ستسمى رقم واحد هو البدرة ورقم جوج جانين أو نبيتة نبيتة يعني نبيتة صغيرة إذن هذا الرسم سترسم في دفتر التقصي قلم الرصاص لهذه المرحلة إذن ننتقله إلى استنتيج إذن نكمل السنتج بهذه الكلمات الأسدية تعرفنا عليها النبيتة تعرفناها البويضة الأبرد تعرفناها الأبرد وقلنا بأنه عملية نقل الحبوب اللقاح إلى البويضة في المابيد وهذه العملية تكون داخلية أو خارجية والميدقة كذلك تعرفنا عليها إذن عند النباتات الزهرية تتكون الزهر من أعضاء تناسلية ذاكارية تسمى إذن تسمى الأسدية إذن العضو الذاكاري تعنى النبتة تعنى الزهرية هو الأسدية وأعضاء أنتوية تسمى الميدقة يتم يتم من نبات إلى آخر بواسط الحشرة إذن يتم الأبر الأبر من نبات إلى آخر بواسط الحشرة أو الرياح يتطلب تكون البذور التحام الحيوان المنوي لحبة اللقاح مع بويضة بويضة المابيض التي توجد في أسفل المدقة إنه الإخصار الذي يحول البويضة إلى إذن يحول البويضة إلى نبيتة ثampa ال� Xavier scạnh في أور�이 ثم ثم الزهرية ثم ثم الثمرة على بدرة هنا يمشي البدرة تحتوي الثمرة على بدرة إن البدرة هي للداخل إذن ننتقل إلى أطبيق أكتبوا صحيح أو خطأ أمام كل اقتراح حبوب اللقاح غير ضرورية للحصول على ثمرة خطأ لا بد من حبوب اللقاح ونحن رأينا في تجربة أننا عزلنا حبوب اللقاح يعني عزلنا الأسدية على المبيض فدبلة المبيض ودبلة المدقة ودبلة الزهر لم ينتج معتناش ثمرة لأن كل زهرات تتحول إلى ثمرة إذا توصلت بحبوب اللقاح الأسدية تنتج حبوب اللقاح الأسدية نعم صحيح إذن هنا يبدو ضرور الحشرات لاحظوا الحشرات الحشرات تأتي لنا الطمارات إذن هذه المسألة الحشرات دائما نظروا لها واحد ندرسي البيئة وهي يرى عندها ضرور ولولا الحشرات ما غادش يكون عندنا الكارز الانتاج للكارز بشكل كبير إذن لاحظوا الرياح إذن هنا كيف يبدو ضرور ديالي وهذا الشيء غنشوفه في السنة القادمة فيما يسمى التوازن الطبيعي أو التوازن البيئي إذا مشينا حييدنا الحشرات من الوجود غدا يختل التوازن كل حاجة فسبحان الله العظيم في الأرض عندها واحدة ضرور إذن المدقة تعود هنا أنتوي عند الزهر نعم إذن المدقة هي اللي فيها المبيض وهي اللي كتنجلين البوايدات إذن صحيح السيدات أو السودات عضو دكاري عند الزهر نعم صحيح إذن السودات في بعض الكتب كيقول السيدة بعض الكتب السودات السادات إذن تانيا كمبلت بار سوكي كنفين بارمي لترم سويفون روبردكتور بطال إيتامين إذن إيتامين قلنا هو إيتامين هو حبوب اللقاح عفوان مشي حبوب اللقاح الأسلية إذن هنا كما دكشي اللي بدينا به الحصة قلنا بالنسبة للزهرة كين عنا عناصر دي غو بخو ديكتور وكين دي بخو تكتور عناصر كتحمي الزهرة أعضاء وكين أعضاء تناسلية توالدية إيتامين هناك أحان فيهورها تكون من الأبن؟ لحانما يستخدمين هم دك يعني لبطال هم التووج ولي سيبال هم هادو هم هادو هم هادو رقم واحد الباس سيبالة إذن سيبالة وتووج سيبالة وتووج لبطال وعنا لزورغان غوبرودكتور لزورغان غوبرودكتور اللي هما البستيل اللي هو المدقة والزيتامين اللي هما الأسدية والزيتامين كيعطينا الحبوب اللقاح والبستيل كيعطينا البويضة وهكذا كينتج الإخصاب إذن هادو موضوع في غاية العلمية من دروس النشاط العلمي للسنة الخامسة بتدائي كتاب الواضح موسيقى